الشيخ الكريم أخونا الأستاذ محمد يسأل وقول زوجتي ورثت عن أبيها أرضا وأبوها رحمة الله عليه كانوا ياخد حق أخواته البنات فما حكم هذا الإرث نقول للسائل الكريم ننظر إلى مقدار ما أخذه الأب قبل أن يوزع المال على الأولاد والبنات ثم يجنب إن أراد أن ينقذ أباهم من غضبة الله وعذابه وينقذ أنفسهم والبنت تدفع نصف يخصم من ميراثها نصف ما يدفعه الولد في حق عماتهم أو عمتهم إن شاء الله تبارك وتعالى فالميراث الذي أخذته زوجتك بارك الله فيك وفيها ينظر فيه كم نسبة أو ما يخص هذه الزوجة في حق عمتها وليكن مثلا ألف جنيه نخرجه ونعطي لها فهرنا أنفسنا وابتعدنا عن الظلم أمام الله سبحانه وتعالى تبرأ ثمتنا